الاخلاق اللي بنشوفها في رمضان دي يا جماعة دي مش اخلاق صايمين ولا اخلاق فطرين والله ولا اخلاق مسلمين لما تمشي تلاقي صوت الكلاكسات يتعب لك اعصابك ما بيبطلوش ولو وقفت قدام حد يعني لحظة كده عاوز يشوتك تمشي شوية تلاقي ناس مكشرة ما بيصدق الجر شكلك تمشي شوية تلاقي بيعو اخي بنص الطريق وتيجي تتكلم يقولك ده بيأكل عيش ولو كلمتوا ياكلك انت تمشي شوية تلاقي شباب اللابسين هدوم داخلية وتكلموا لك ده شرط مش عيب ولا حرام تمشي شوية تلاقي واحد ما بيصدق جر شكلك على ادفه الاسباب والشعابس ده حتى اللي بيجي يسلم على حد من علوه صوته وتحس ان هو بيجتمه تحس ان انت مأزي من الصوت العالي تمشي شوية تلاقي ناس قفلة شوارع لحسابها لا الشرع ده خلاص بتاعنا معلش لفة ورجع تاني مقفول تمشي تلاقي بلاوي لما تمشي تلاقي اصوات الالفاظ الجميل تلاقي واحد بيجتم واحد بامه بابشع الالفاظ وبأعلى الاصوات ويؤذي بقى البنات الصغار والرجال الكبار واللي مش عاوز يسمع لفظ لا يسمعوا غصبا عنه في الطريق تمشي شوية تلاقي المفاتن بتاع الناس ظهر عادي تمشي شوية تلاقي شوية شباب بيرحبوا بيك يحدفوا عليك كم سروخ كده أو كم بلونة مليانة مية وكده يعني تيجي تتكلم يقولك ده اطفال يعمل اطفال احباب الله سيبهم يفرحهم تمشي شوية تلاقي العجب العجاب لما تشوف كل ده تقول هو احنا فعلا مسلمين بجد هو احنا الأمة اللي نزلت عليها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ده النبي جاء عشان يعلمنا الأخلاق ده النبي قال كده في الرسالة بتاعته إنما بعيثته لأتم مصالح الأخلاق لما تشوف الحاجات ده كلها والمناظر دي كلها والمشاكل دي كلها وشكل الشوارع اللي ما يرضيش ربنا ده والبيع والشراء والطرق المقفولة تقول هو ده تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم متنفذة هو احنا مسلمين بجد ولا مسلمين اسم بس خلي بالك وانا خلي بالي برضو النبي صلى الله عليه وسلم حد جاء له في وحدة بتصوم وبتصلي لكنها تؤذي جيرانها بلسانها وحدة بتصلي وتصوم لكن بتؤذي الجيران باللسان قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار النبي قال هي في النار إذا كانت مؤذية هي في النار خلي بالك ممكن صلاتك ما تنفعكش ولا زكاتك ولا الحج ولا العمرة ولا كل الأعمال الصلاحة إذا كنت إنسان مؤذي طول ما أنت في طريقك مؤذي طول ما أنت سبب إن حد يدعي عليك أو حد يتأذى منك أعرف اللي أنت يعني بعيد 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 فرسالة ليه يوليك خليك مسالم في الطريق خلي اللي يشوفك يبقى فرحان ما يبقاش متدايق ولا تعبان ما تبقاش سبب إن واحد راجع بيته متدايق بسبب مزرتك ولا بسبب كلمتك ولا بسبب مشيتك ولا بسبب قطعك للطريق له ولا بسبب صوتك العالي هل لكم فعلا مسلمين نسأل الله السلام السلام عليكم